والله يا عم عز هو ده اللي حصل بالزبط واسمعنا كمان انه وطرد معتز بمن الشركة انا كنت متأكد كنت متأكد انه هيحل المشكلة وانت برفع لك يا قسامة انك ما سكدتش وقلت الحقيقة اهم امال فين فريدة من ساعة ما جت ويا مش باينة رحت عند واحدة صاحبتها وزمانها راجع دلوقتي مالحقش يخلص كلامه وكاية فريدة دخل علينا السلام عليكم ازايك يا قسامة الحمد لله وانت عاملة ايه بخير والله شفتي شفتي يا فريدة قسامة عاملة ايه راح لمراد وقال له على كل المخالفات اللي كنا منشتكي منها في المصنع وعارف مين اللي وراها وكمان زود له المرتب بتاعه والله ايه طب مبروك ايه مش مبسوطة ولا ايه واني مالي ايه اقصد اكيد مبسوطة ياه ياه يا قسامة ده انا هتطير من الفرح يا راجل عمل بطولي بجد مش عارف ليه حست لحظة انها بتصخر مني بس على اي حالة انا عملت حاجة شدت انتباه طب استأذن انا يا عم عز السلام يا فريدة اتبقى تعالى كل يوم بقى اهلا اهلا يا مراد يا ابني منور المكتب انا كنت عاوز اقولك اني طردت اللي اسمها فريدة دي للمرة التانية ومتشكر او انك بتدور على مصلحتي بس انا عارف ايه اللي عايزه وايه اللي مش عايزه استنى يا مراد انا مش فاهم انت بتعمل كده ليه والله انا اللي مش فاهم انت بتعاندني ليه لو سمحت عم شفيق بلاش تكبرني على حاجة انا مش عايزها طيب وهي فريدة عباها ايه بس ما هي كل المواصفات اللي انت عايزها فيها لا مش المواصفات اللي عايزها وهي كمان مش حابة تشتغل عندي طب وانت عرفت منين هي كانت عندي وقالتلي انك روحت عشان تقنعها وبصراحة انت دايقت جدا من تصرف حضرتك اللي انت عملته من غير حتى ما ترجعلي سامحني يا ابني ما فكرتش ان الموضوع ممكن يزععلك للدرجة دي ما تقولش كده انا عارف انك بتعمل كده عشان خاطر تريحني سامحني انت على مفعالي غصب عني ده ايه اللي انا عملته ده انا رحت عشان اقلي ادى بعلي تاني بدل ما اعتذره وانا اصلا كنت رايحة عشان خاطر اعتذره لكن هو السبب هو اللي عمل فيا كده هو اللي نرفزني لما طردني للمرة التانية انا معترف اللي ان اغلطت في حقه بدل المرة مرتين لكن برضو كان المفروض ان هو هيستقبلني بطريقة كويسة ومحترمة لكن اقول ايه بني عدم مغرور ومتكبر ومش طيق اشوف وشه ده مرة تانية هي غور هو وشغله مرد باشا انا بجد مش عارف اقولك ايه بس مش لقي طبخ ينفع مش عايز منوشك حاجة روح من قدامي كنت لسه هرد عليه بس هو شاور لي بيدينا نخرج برا لسه بلف في وشه عشان اخرج ولقيت الوقفة في انت ما ردتش عليه وقربت من ناحية مراد اللي اول ما شافني قام وقفه على وشه كل علامات الغضب انت ازاي انا اسفة قلت له كده والحيته قبل ما يصور علي تاني وبعد كده كملت كلامي وقلت له الاكل ده انا لسه عاملية انا متأكدة انه هيعجبك قوي وده ممناسبة ايه من غير مناسبة اعتبارها فتح صفحة جديدة بس انا مش محتاج فتح صفحات او يعني بس على فكرة انا بايبي للهدية كنت واقف بتكلم معها ولقيت عماد واقف امتنح عماد هو انا مش قلتلك تروح ايه يعني خلاص هي اللي اخترتها ملكش دعو انت روح يلا ايوا بقى وهاخيرا هرتاح عن رحلة البحث عن الطبخ المميز ايه بقى مش هتكل لما جوع بس هو انت عرفت منين العنوان هو عمش هفي اكلمك تاني لا هو ما كلمنيش بس انا عرفت وخلاص طب تمام طب استعزل انا بقى واتمنى ما يبقاش في بينا طاتش استني رايحة فين ماشية هو مش خلاص مفيش بينا طاتش لو ينفع يعني لو مش هتمنع ممكن مراد ايه ده انت مرب معيز عندك ببص ورايا لقيت واحدة بنتي بتقرب مننا وبتقول مراد مراد وحشتني قوي ده ايه البت الملزقة دي وحش لما يلها فدانك يا بعيدة معقول معقول اغب عنك الفترة دي كلها وما تسألش عني جرى ايه بسانت مالك في ايه مفيش جاية تطمن عليك مش انت بنخلتي ومن حق اسأل عليك برضو حكم هي مين دي يا مراد خلاص انت اعتبر تعينتي ومنبك رتيجي وتستلمي شغلك هخلي عمد يكلمك ويفهمك نظامي ايه بزا اللي قيته بيقول لي كده هو مدنش اي فرصة حتى اسأله على اي حاجة وبعد كده خدت بعدي وخرجت من بيته ومشيت اغبار شغلك ايه مراد اش معنى اصلي كنت عايز اجا اشتغل عندك انا سمعت ان اقتردت معتز واكيد انت دلوقتي محتاج حد في الشركة بداله وانا مستعدة اقوم بالمهمة دي طب وانت بقى تقدر على شغلي اه طبعا صدقني الموضوع مش صعب للدرجة كل حاجة بتيجي بالممارسة طيب العموما اعمل اختبار واللي يستحق المنصب ده هو اللي هينجح فيه فلو حاب تقدمنا معندش مانع بس انا مش هدخل مع حد اختبارات وانا بانتخلتك يعني اكيد استحق وانت مش هتقامل لحد اكتر مني والله ده اللي عندي والموضوع مالوش علاقة بصلة ارابة وانت لو واثقة من نفسك مش هتقوليلي كده ماشي يا مراد وافتكر انك كده بتخسر قريبك سلام مش تمدت لاش اي اهتمام وبعد كده عيني جت على الاكل اللي فريدة جابته ندت على العفافة امرتها ان هي تحضرلي الصفرة وانت بقى رحت اعتذرتي له عشان مقتنع اني الغلطانة ولا في حاجة في دماغك بص يا ريدة مش هنكر اني تمدت معاه وكمان بابا طلب مني اعتزر وانا محبيتش ارفضله طلبه انا قلت لها كده ولقيت تيتا بصتلي بصة معجبتنيش في ايه يا تيتا مالك بتبصلي كده ليه مش متطمنالك يا بنت عز شكلك ناوية على حاجة الانسة فاردة معك عماد جابر مدير الشؤون عنده مراد باشا الحديدي اهلا يا استاذ عماد في حاجة كنت بكلمك عشان بلغك موعد العمل لا ثواني عمل ايه معلش هو مش انت وفقتي انك تبقي الطبخة الخاصة لمراد باشا نعم اده امتى ده بقى ان شاء الله من يومين انت الحقتي تنسي المهم يا ريت من بكرة الساعة سبعة ونص تكوني عنده في الفيلا سلام ايه روحتي فين ومين اللي كان بيكلمك ده واحد شغال عند مراد بيقول اني لازم اروح لبكرة الصبح عشان استلم الشغل عنده يلا مبروك عليك قدك رجعت تشتغل تاني مبروك ايه بس يا تيتا انا اصلا مردتش عليه اذا كنت موافقة ولا لأ اطلع من دول ده انت تلاقيك ما صدقت يا بيه يوو يا تيتا بقى واخيرا واخيرا يا عم شفيق مراد باشا اقتنع بفريدة بجد طب ازاي ده كان رفض تماما الموضوع خصوصا بعد ما جت له الشركة حصل بس الغريب بقى انها جت عنده الفيلا واعتذرت له وهو سمح لها تشتغل وزمانها عنده دلوقتي بتعمل اول اكل علشانه معقولة طب دي لو عملت كده دي تبقى بنت ابوها بصحيح الساعة تسعة الصبح كنت وصلت الفيلا وكمورات في العربية ها اول ما شافني لقيته نزل وقاللي انت ايه اللي اخرك انت مش عارفة ان معادك الساعة سبعة ونص هو انت بتزعقلي ايوه ودي اخر مرة تتأخر فيها انا ما بحبش حد يعارض كلامي مفهوم لا مش مفهوم انت انت مشترتنيش عشان تديني اوامر وانفزها انا لما كنت في المصنع المصنع حاجة وهنا حاجة انت هناك كنت بتشتغل من غير معرف انما هنا انا اللي معينك يبقى تسمع كلامي ومن غير اي منقشة لا مش هسمع كلام حد وما تزعقليش كده انت بتعلصوتك علي ادخلي جوه واستنيني لما ارجع من الشغل وحزاري حزاري لما اجا لا ايك مش موجودة خلص كلامه معي وركب عربيته ومشي ابدأ بيين له مرة طافح ياولاد هو بعد كده دخلت الفيلا انت اتطبخة الجديدة لا اما هو شوفه هتبتدوا كده من اولها اقسم بالله اخد بعضي وامشي اول ما قالتلي كده افتكرت تحذيرات مرات بيه اني محدش اتعرض لها ولو بكلمة دايقة لا انا الحق نفسي واعتذر لها انبعتذر منك تسمحي لها تشرف باسمك فريدة عز الدين اطب تعالي هاخدك المطبخ اللي هيكون شغلك فيه هو فعلا خدتني ودخلت على المطبخ واول ما دخلت انبهرت بشكله عبارة عن قدة وسعى قوي وجميلة وفيها افوف كتير قوي وكل اجهزة المطبخ وتقريبا كده في كل حاجة ممكن احتاجها عشان اجهز افخم اكله وبعد كده بدأت تعرفني على كل اللي شغالين切 البيت واحد ورد تاني وخصوصا المساعدين بتوعي معقولي معقول انا بقى لي يا مساعدين بعد ما كنت انا شغالة في المصنع مساعدة بصوا يا جماعة بالصلاع النبي كده عايزين نتعاون مع بعضينا وما يبقاش في نقطة صودة جوا قلوبنا من ناحية بعض وعلى رأيي الاستاذ الكبير اللمبي اللي منك مني وانت مني يا عم اشتع ووقع تفتكروا عشان بقيت ريسة عليكم كده ممكن اتكبر ولا تانعر ابس لطلي احنا شعرنا في الحياة من تواضع لله رفعوا وعشان كده نهينا هو انا بقولهم كده ليت واحد منهم ضحك يلا بينا يا حج عفاف نشوف شغلنا بقى هي فريدة هتتأخر ما قالتش بس هو صحيح الاسم مرده ما رجعكش انت ليه طب ويرجعني ليه انا الحمد لله دلوقتي باشتغل في ورشة ومبسوط بس كان اقل لها طلب انك ترجع بعد ما فريدة اشتغلت عنده بدل البهدلة اللي انت فيها دي لا انا مش متبهدل كده انا مرتاح اكتر هو اخيرا خلصت عمالي للاكل ولسه ببص في الساعة يا نهر ورد احمر الساعة تلاتة العصر هتلعت اجري وقلعت المريالة اللي كنت لابساها والبست هدومي وكنت لسه اخرج لقيت مراد في وشي انت رايحة فين ماشي وانا جاهزتلك الغداء مش بقى غير ان هو يتحطى عالصفرة هتمشي ازاي انا مش قلتلك تستني لغاية مرجع وانا قلتلك لأ ولا هو انت عايزنا اكلك في بقك اسمعي انا اكره ما فيا ان حد يطلمد معايا فالاحسن ليك تسمعي وانت سكتة انت عايز ايه ده انت بني قدم غريب بجد سابني ودخل على الريسبشن هو انا دخلته وراه وانا متغازة وغطأ منه وبعد كده ليته قاعد وقاللي اي حد بيشتغل هنا المفروض ان هو ما بيخرجش من غير ازني والمفروض ان حضرتك زيك زيهم خلينا نتكلم عن مرتبك خمستالاف جنيه كويس ها بتقول كم خمستالاف عشان اطبخ بس ايه قوليل قوليل ده كتير قوي كمان ده انا لو كنت باخد فلوس بالشكل ده من يوم ما تعلمت الطبخ كان زبني بنفسك اي واحد ممكن يوصل للي هو عاوزه طالما بيكتهد في عمله من الواضح ان هو اجتهد كتير عشان يوصل للي هو عليه دلوقتي ها كويس المبلغ ولا تحب ازوده كويس طب تمام نجي بقى للموعيد هيبقى من الساعة 8 الصبح للساعة 8 بالليل نعم 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 قولتاني كده عشان ما سمعتش طب ما بات عندك بالمرة جت على سواد الليل يعني والله ما عندش مانع نعم يا روح ما كملتش الكلمة بص لحتة بصة خلاني تكتمت انت بتغرني بالفلوس عشان تضغط علي يعني طب انا مش موافقة ومش عايزة اشتغل عندك جب لك بقى حد يرضى يقيم عندك في البيت ده قلت له كده وسبته ومشيت والحد انا بتكون خلصت حلقتنا هي ترى مرادها يتسيف فاردة تمشي بالسهولة دي عايز انت عارفوا كل ده اكتر استنوني في الحلقة اللي جاية وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار لكل قصة جديدة